سعيد ماتش جرمهية خلاص خلال أيام قليلة المصابين اللي في النادي الأهلي مين اللي هيلحق ومين اللي مش هيلحق طيب ممكن جمهور الأهلي يزعل أول معارف خبر أو أرى خبر إصابة أشرف داري في معسقر المغري ممكن إصابة في الإحماء شفتها حتى كان في فيديوهات واضح إنه إصابة في الأن كده بالزبط كده هو بنسبة كبيرة الفريط طبعا هسافر يوم الجمعة حوالي الساعة 4 العصر هيتمرن الصبح في التاتش وبعد كده يطلع على المطار يسافر أشرف داري صعب يسافر جرمهية لقاء الزهاب إمام عشور وعمر كمال عبد الواحد هيتحدد موقفهم في تدريب يوم الخميس على فكرة فيه ناس كدفكرة إن إمام عشور خرج من معسقر المنتخب وانضم للأهل واتمرن إمام عشور لغاية اللحظة اللي بكلمك فيها ما دخلش ولا تأسيم جمعية في تدريبات الأهل بجد أول الله عارف عارف قالك ده بيتمرن بس ما بينزلش في السؤال اللي بتتنشر ده كلام فاضي وهي نفس الناس اللي كل مرة تصطنع مشكلة ومع الأيام يثبت بالدليل القاطع إن كلام كله في الهواء إمام عشور وارد إنه ما يلحقش ولسه موقفه مع عمر كمال عبد الواحد يتحدد بعد تدريبت يوم الخميس لكن من ساعة ما خرج إمام عشور من معسقر المنتخب لم يشارك في أي تأسيم جمعية كل التدريبات في الجيم تدريبات حوالي الملعجة بيحاول تأهيل والكلام ده كله لكن ما دخلش تأسيمة لإمام مصاب وعشان كده كابتن حسام حسن استبعده من معسكر المنتخب الناس ما لا عايزة تأمل الكلام ده للأسف دي حكاية تانية لسه يتحدد موقفهم الخميس أشرف داري صعب إنه يلحق وغالبا هيتم راحته عشان إصابة الكحل دي محتاجة تأني شوية لكن بخلاف كده كل اللعيبة المتاحة في التدريب يحي عطوة الله على فكرة برضو تقالك إيه بيعملوا برنامج بدني عشان يخص كلام ده مش حقيق فيش الكلام ده يحي عطوة الله لو في برنامج بدني ما كان الشارك في مباراة الودية بتاع الدجلة اللعيبة اللي وزنه زيادة ما بيلعبش مباراة الودية لأن الوزن الزيادة ده ممكن يعملها كإصابة فيه سعر كده طلعت أكيد شفتها كان في أحدى المحلات وكان مع رضا سليم آآ رضا آآ آآ بالضبط 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 كمبان إن هو مليان شوي على فكرة ده التكوين الجسماني حياته الله أصلا أصلا مع الوديات حتى كان كده آآ ومع المنتخب المغربي كان كده ماشي يعني فيه تكوين جسماني انت ممكن تتخيل كده آآ لكن هو لعيب أرضية الملعب عمتا يعني فيه لعيبة كتير لما بتقعد تلعيح فترة طويلة آآ بتزيطلع مثلا اثنين تلاتة كيلو بتنزلهم مع التدريبات وتخلص وارج جدا طبعا بس الخبر ده على فكرة لما تقال برضو من يومين سمع جدا في المغرب يعني انت تتكلم عن لعيب دولي آآ رايح يلعب فنادي كبير هيبقى رايح وازنه زيد ده لعيب محترف مش منطقي طبعا صح فالقايمة مش هيبقى فيها أزمة مش هيبقى فيها مشكلة حيلا رامي ربيع راجع بشكل كويس ياسر إبراهيم موجود فيه محمد هاني فيه كمان عندك يا حدوط الله في الباكليفت نص المعلقة بحدث حرج لعيبة كتيرة فبإذن الله ان شاء الله يكون الأهلي جاهز للسفر وضربة البداية بإذن الله